بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله طلاب الأعزاء طلاب الصفاء الثالث الثانوي بمدارس معالم التربية الأهلية أهلا ومرحبا بكم اليوم بمشيئة الله تعالى سوف نتحدث عن الباب الأخير في الفصل الدراسي الثاني وهو المركبات العضوية الحيوية نحن بنسميها الكيميا الحيوية أول فقرة نكلم فيها مع بعض في هذا الباب وهو البروتينات أحب نعرف الأول البروتينات هي عبارة عن بوليمرات عضوية تتكون من أحماض أمينية مرتبطة معا بترتيب معين طيب تعالوا نشوف مع بعض كده البروتون بإيه اللي بيربط البروتينات مع بعضها البعض فبقول لي كده تتكون البروتينات من ارتباط أحماض أمينية ترتبط فيما بينها برابط ببتدية يعني أن الأحماض أو البروتينات الرابط الموجود عندك بينها وبنبعض هي عبارة عن رابطة ببتدية طيب الأحماض الأمينية هي الأحماض الأمينية بيعرفها لي بيقول لي هي عبارة عن جزئات عضوية توجد فيها مجموعة الأمين والكربوكسيل الحمضية نشوفها بشكل أوضح فبيقول لي كده التركيب العام للحمض الأميني لو لاحظ في رسمة قدام منك تجد أن الحمض الأميني بيحتوي على ضرية كربون مركزية مرتبطة بمجموعة كربوكسيل ومجموعة أمين وضرية هيدروجين ومجموعة ألكيل لا بالنسبة عندك للتركيب العام للأحماض الأمينية زي ما هو موجود عندك فقالنظر الكربون مركزية ترتبط بمجموعة أمين مجموعة كربوكسيل ضرية هيدروجين ومجموعة الكيل طيب نعرف الببتيد بنقوله عبارة عن سلسلة مكونة من حمضين أمينيين أو أكثر مرتبطة معا بروابط ببتيدية ده تعريف الببتيد أما ثناء الببتيد فبيقوله عبارة عن جزء يتكون من حمضين أمينيين مرتبطين معا برابطة ببتيدية طيب إيه هي رابطة الببتيدية يعرفاني بقوله هي رابطة الأميد التي تجمع بين حمضين أمينيين تعالوا نشوفنا بعض مجموعة من ملاحظات بيقول لي هناك 20 حمض أميني فقط يستطيع تكوين البروتينات بيقول لي برضو أن البروتين يمكن أن يحتوي على 50 حمض أميني على الأقل أو أكثر بيقول لي برضو تحسب عدد التتابعات الممكنة للأخماد الأمينية من العلاقة 20 أس إن حيث إن هي بالنسبة لي تعتبر عدد الأخماد الأمينية فمثلا لو أنا عندي مركب وليكم مثلا زي ثنائي البيبتيد بيكون من حمضين أمينيين معاوز أكتب الاحتمالات لهذا البيبتيد فبنقول إحنا طبعا نعرفين أن ثنائي البيبتيد بيكون من حمضين يعني نقول 20 أس 2 تمام أو ممكن نقول ربعمية لما الربع يطلع عندي كام ربعمية فدي عدد الاحتمالات اللي ممكن أكتبها للأخماد الأمينية طيب الجزء اللي بعديها وهي أشكال البروتين ثلاثي الأبعاد قد يكون البروتين عندي إما واخد شكل حلزوني أو صفيحة مطوية أو لوالب أو صحائف أو على شكل لفات أو إن يكون واخد شكل ليفي طويل طيب بقول لكده ملاحظة إحنا خدنا طبعا مجمع من أشكال البروتين الشكل نفسه للبروتين بيكون لدور عشان كده بيقول لنا شكل البروتين مهم لعمله فإذا تغير الشكل قد لا يستطيع أن يقوم بعمله داخل الخلية طيب في عمدي كمان جزئية بتقول لي اللي هي تغير الخواص الطبيعية للبروتين تعرفها بيقول لي هي تغير الخواص الطبيعية للبروتين منعرفها بنقول هي العملية التي تشوه تركيب البروتين الطبيعي الثلاثي الأبعاد وتمزقه أو تتلفه وأبسط مثل لها صلق البيضة وأبسط مثل لها صلق مين البيض طيب تعالوا نشوف مع بعض مجموعة من وظائف البروتين أول حاجة عندي أنها تعمل على تسريع التفاعلات مثلا عمل الأنزيم في الجسم فبقول لي تعمل كثير من البروتين عمل الأنزيمات والمواد المحفزة للتفاعلات الكثيرة في الخلايا الحية وإحنا عرفنا أن المواد المحفزة ووظفتها أنها بتزود من سرعة التفاعل وذلك من خلال تقليل طاقة التنشيط فبنعرف الإنزيم بنقول هو عبارة عن عامل محفز حيوي يعمل على تسريع التفاعل الكيميائي دون أن يستهلك دون أن يستهلك وذلك بتقليل طاقة التنشيط الوظيفة التانية نقل المواد وده عندنا مثال لها هوموكروبين حيث يقوم بنقل الأكسجين الموجود في الدم من الرئتين إلى سائر الجسم حيث يتم من خلالها أكسادة من الغذاء الموجود في الجسم والاستفادة منه طبعا الوظيفة التالتة الدعم البنائي للخلايا عندنا مثال لها زي الكولاجين ويعتبر جزء من الجلد والأوطار والأربطة والأظام أو الكيراتين وده يدخل في تركيب الشعر والأظافر والريش والفرو والصوف والحوافر الوظيفة الرابعة الاتصال داخل الخلايا زي الأنسولين فبنعرف طبعا الأنسولين بيقول لي وعبارة عن هرمون بروتيني صغير تنتج الخلايا البنكرياس حيث يعمل على تنظيم السكر في الدم يعني أنت سيادتك لما بتاكل أكل نسبة السكر في الدم بالزيد فيبدأ بعد كده البنكرياس بيقوم بفرز الأنسولين اللي بيعمل على تغفيض أو تقليل نسبة السكر في الدم الوظيفة الخمسة تنظيم العملات الخلاوية والوظيفة السالسة تسريع حركة الخلايا أما الوظيفة السبعة وهو يعمل كمزل الطاقة عند شح المصادر الأخرى نجي الجزئية مهمة في كلامنا وهي الكربوهيدرات معرف الكربوهيدرات بيقول لي عبارة عن مركبات عضوية تحتوي على عدة مجموعات من الهايدروكسيل بالإضافة إلى مجموعات الكربونية الصيغة العامة الكربوهيدرات أو بنسميها مائيات الكربون اللي هي نفي الكوس كده وتحت منها ن ده بالنسبة عندك للصيغة العامة للكربوهيدرات نفتح كوس كده وتحت الكوس أو براه ن فن ديت هي العدد المتكرر عندك من الكربون أو من جزئات المية وأبسط مثال لها مثلا لو جنا اخذنا على مثال زي مثلا السكر اللي عندك في البيت لو انت جيت حطت كمية منه على ملعقة وحطت على النار تجد ان السكر عندك بيتفحم بيتفحم ليه؟ انك لما تحطه على النار جزئات الميت بخر وتفضل عندك في النهاية مين؟ الفحم اللي هو الكربون تفضل عندك اللي هو الكربون بكل نوع اسود ده تمام؟ طيب نيجي نشوف عندنا انواع الكربوهيدرات مهمة جدا نركز عليها اول حاجة عندي بنسمها اما الى احادية او ثنائية او ثلاثية الاحادية نبدأ بيها اولا بيقول ليه ابسط نوع ابسط نوع من الهيدروكربونات وقد تحتوى على خمس او ست ذرات كربون امثلة عندك عليها زي جلوكوز وي ficمى سكر الدم وده المجموعة الوظيفية عندك فيه تعتبر الدهيد ده اه الفلكتوز اده بيسمى بسكر الفاكهة والمجموعة الوظيفية عندك فيه عبر عان كيتون المثال الثالث فيه وهو الجالكتوز وده المجموعة الوظيفية عندك فيه بتكون الديد احفظ اسم السكر اللي موجود عندك سواء كان جلوكوز او سواء كان فركتوز او جالكتوز واحفظ لو كان لي اسم شائع تمام اما النوع الثاني عندنا منها وهي الكربوهيدرات الثنائية ويقول لي هي عبارة عن سكريات تنتج من الاتباط سكران وحاديان برابطة ايثيرية يعني لو انا خدت اي اتنين من السكرات الوحادية تحدث مع بعض بيكون لي سكر ثنائي ورطة عندك بينهم بتكون عبارة عن ضابطة ايثيرية فمثال عندك على السكرات الثنائية اللي هو سكر روز وده بيسمى سكر المائدة وده بيتكون من جلوكوز وفركتوز ركز على التركيب التركيب مهم بيتكون عندك من جزء كولوكوز مع جزء فركتوز النوع الثاني عندك وهو اللاكتوز ويسمى سكر الحليب وده بيتكون عندك من جلوكوز وجالكتوز جزء جلوكوز مع جزء جالكتوز اما بالنسبة للكربوهيدرات العديدة فبولي هي عبارة عن هيدروكربون معقد يتكون من سكريات بسيطة وتحتوي على 12 وحدة بناء أساسية أو أكثر أمثلة عندنا على السكريات العديدة أو كربوهايدرات العديدة عندك منها النشا أو السيلولوز أو عندنا منها الجليكوجين طيب السكريات العديدة وحدة البناء فيها قال لك وحدة البناء فيها هي عبارة عن الجلوكوز وحدة البناء فيها هي عبارة عن الجلوكوز دي كل ما يخص عندك أنواع مين الكربوهايدرات يبقى كده اتكلمنا عن البروتينات دمام؟ اتكلمنا عن البيتيد هناك البيتيد اتكلمنا عن الكربوهايدرات وسوف نكمل باقي الباب إن شاء الله في الحصة القادمة تعالوا نشوف مع بعض مجموعة من الأسئلة سؤال الأول بيقول لي هنا اكتب اسم فهم العلمي للعبارات الآتية الفقرة الأولى بوليمرات عضوية تتكون من أحماض أمينية مرتبطة معا بترتيب معين فقرة الثانية عامل محافظ حيوي يعمل على تسريع تفاعل كميائي دون أن يستهلك السؤال الثاني بيقول لي علل اللي ما يأتي الانزيم عامل محافظ حيوي يعمل على تسريع تفاعل كميائي دون أن يستهلك فقرة الثانية بولي يتكون الجريكوجين والنيشة والسيلولوز من وحدات من الجلوكوز ولكن خواصها مختلفة ولكن خواصها مختلفة السؤال الثالث بيقول لي أكمل العبارات الآتية يسمى الجلوكوز وسكر الفقرة الثانية ترتبط الأحمد الأمنية بروابط أكمل الفقرة الثالثة وحدة البناء المتكررة فنشة والسلولوز والجليكوجين هي أكمل هذا بالنسبة كل ما يخص درس اليوم معاك إن شاء الله سوف نكمل باقي من الباب في الحصة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته